بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي بتشكيله الجديد برئاسة رئيس البرلمان العربي المنتخب محمد اليماحي وأكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي أن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب من البرلمانيين العرب جهودا وحلولا غير تقليدية وتسخير كل أدوات الدبلوماسية البرلمانية بما يتناسب مع طبيعة وخطورة تلك التحديات برئاسة رئيس البرلمان العربي المنتخب محمد اليماحي انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي بتشكيله الجديد من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع جلسة جاءت لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وثقافية على السحة العربية خاصة تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلية على غزة ولبنان اليماحي من جهته جدد تأكيد على مطالبة البرلمان العربي بضرورة الوقف الفوري للعدوان الغاشم ضد الشعبين الفلسطيني واللبنانية ووسط هذه التحديات والأزمات المتشابكة تظل القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى والتي تتطلب الآن وأكثر من أي وقت مضى جهودا مضاعفة ودورا أكبر خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وتهجير قصري على مدار أكثر من عام كامل البرلمان العربي أشار كذلك إلى حكم التحديات التي تواجه الأمة العربية والأزمات السياسية والأمنية المزمنة التي تعصف بالأمن والاستقرار بعدد من الدول العربية اليوم هي الجلسة العامة أمس جرى استكمال عملية الانتخابات لدورة التشريعية القادمة وانتهت الجلسة الإجرائية بنجاح بانتخاب رئيس جديد هو صاحب المعليل محمد اليماحي ونوابه ورؤساء اللجان ونواب رؤساء اللجان بصراحة جميع الدورات البرلمان العربي ابتداء من الدورة السابقة والحالية والأسبق القضية الأهم هي قضية فلسطين تطرح بشكل أولي وواضح في جميع الجلسات يتم التداول حول مخرجات البرلمان العربي لدعم هذه القضية لدعم دولة فلسطين سواء ماديا أو سواء إعلاميا أو سواء إيصال كلمة الصوت الحق إلى جميع الدول العالمية هذا وقد أعرب رئيس البرلمان العربي المنتخب أنه سيعمل على أن يكون للبرلمان العربي صوت مسموع ومؤثر في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ليس فقط دفاعا عن قضايان العادلة ولكن أيضا لإيصال صوت الشعب العربي ووجهة نظره إذا أكفت القضايا والتطورات الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولية